أعيد أخدكم لموضوع مهم جدا أنا مبارح كنت في مشوار في اسكندرية تبعت تعادل الأهلي مع سموحة صفر صفر وقفت قدام الأداء السيء للأهلي وضيع الوقت من الهاني سليمان وما دار في هذه المورة أنا أتكلم كلام مختلف تماما وأنا أعرف أن في ناس أتزعل أنا لا أحب التطبيل ولا اللف ولا الدوران ولا أتكلم كلام يرضي صفحات ولا يجيب لايقات ولا يجيب إعجاب أفضل أقول اللي أنا عايزه حتى لو مش أيتفرج عليها غير واحد إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ الأهلي تعادل مضيش إيه اللي حصل؟ إيه يعني؟ أوامتوا الدنيا ما عدتوا هاش لها ولن نسقط على ضياء الدوري سالسة في إيه؟ أعيز أفهم يعني؟ في إيه حضرتكم؟ ومن إمتى كان جمهوري الأهلي كده؟ من إمتى كان جمهوري الأهلي بيعمل هذا التوتر؟ ومن إمتى جمهوري الأهلي بيتحول للدبة اللي بتقتل صاحبها؟ ومن إمتى جمهوري الأهلي بيقعد يشتم في لعيبة ويبهدلها بالطبعة؟ وكل مباراة على المزاج والدواء لعبة حلوة حسن ناس في العالم لعب واقش أو أشلعيبة في الدنيا لا مش جمهوري الأهلي ده اللي نعرفه في مبلغة وفي ناس كتير ما تعلمتش من الدرس وزي ما بتقوله دوري سنتين طاع من الأهلي لازم تعترفوا أن في ناس كتير من المتعصبين والموتورين كانوا سبب رئيسي في ضياء الدوري السنتين الناس اللي حقّت اللعيبة تعتضاء زي كده الناس اللي قلت اللعيبة دون المستوى الناس اللي قلت اللعيبة دي ما ينفع كتل باستشارة الأهلي الناس اللي قلت أنت مرتاه ومعاك إدي بقى أنت ما تسويش ربع جنيه قبل الأهلي كله ده تمام ولكن مش وقته وكفاية فيه يا جماعة فيه يا عايزيني أنتو أنتو عايزيني مفهوم الكورة عندكم مفهوم الكورة عندكم فوز بس ما كفاية بقى ما تعرفوا مين المندس وتعرفوا مين المتآمر وتعرفوا مين الأبيض وتعرفوا مين الفيك ما أنتو شربتوا المقلب سنتين عارتشربوا في السنة الثالثة إيه يعني الأهلي تعادر صفر صفر والفرقة كانت زي الزفت إيه يعني ويوم مش يومها إيه يعني دوري خمسمية وخمسين ماطش ألف ماطش دوري قويل ما بيخلصش فيه تعادل وفوز وهزيمة النهار ضفوقه بكرة تحته والدنيا قنبه زي الفل فيه يا عم ما تهدأ على نفسك شوية يا با أنت جاي تهد النادي الأهلي ولعبت الأهلي وتقول لي بتحب الأهلي لا أنت مش جمهور الأهلي جمهور الأهلي أنا عارفه كويس هذه قلة مندسة لعبة لعبة قذرة على مدار سنة كان ونجحت فيها واستغلت حب الأهلوية المخلصين وضربت على الوتر اللي بيحبوه وعملت صفحات فيك باسم أهلوية محترمين وناس كتير وقعت في الفخ وكادت أن تدمر اللعبة هل يا جماعة ينفع كل اللي حصل ده بعد التعدل مع اسموحها لا إيه في إيه تعادل في يا جماعة في إيه عايزة أفهم في إيه في إيه وفين الكلام ده في الكرة وانت ملك انت وما المستوى اللعيبة وانت ملك انت وما اللي ملكش فيه انت متعايش مع اللعيبة انت عايش جوا اللعيبة انت بجدت تتحول لغول من الخوف منك ممكن كل شيء ضيان لأنه قول حياتهم متعودين منك يسندوك وتسندهم يبوا في ظهرك وتبوا في ظهرهم لكن مش لقيم منك ده اللي حصل ضد اللعيبة والإدارة بعد التعدل مع اسموها تجاوز وقلة أدب أيا كان مين اللي قاله مؤمرة رخيصة وقذرة على الأهل وإدارته وجماهيره ولعبته وللأسف لا أستحي إننا نقول شارك فيها ناس شغلة في الأهل وناس أهلوية ما قدرش أشكك في أهلويتهم أبدا ده أنا شفت فيديوهات لناس شيوخ الأهل في التشجيع من دول خليج كتير زي الصديق العزيز عم عبد الفتاح اسماعيل كبير مشجع الأهل في الإمارات وصديق الكابتر محمود الخطيب أول مرة شف له لايف ليه تعامل لايف مبعد اللعبة الأهل ده عم عبد الفتاح اسماعيل ده لا يمكن إننا أشكك في أهلويته أبدا ده أهلاوي حتى النخاع هو أولاده وأحفاده وأهلاوي جدع ومخلص جدا وحبيب الكابتر محمود جدا أنا لما شفت كلامه أحبط إيه ده وصل الدرجة إن واحد بوزن عم من حق عبد الفتاح اسماعيل يخرج عن شعوره ويعمل كده في لعبة الأهلي لا ده الموضوع كبير أوي بقى وصل الحد إن يتطاور رخيص ولا مرتزق ولا فاشل ويتهم الخطيب بالبخل الخطيب أهيه خلق على الأهلي فك الخزنة وفك إيدك وهتلعيبة فيه إيه اللي حصل أجبا فرقة زي الفل وزي الورد وحشة ماتش اتنيا إيه المشكلة يعني توصل لدرجة ما تستهلتوش تلبسوا فلينة الأهلي ده الراجل كولر طلع بيقولك أنا نفسي فيكم يا جمهوري الأهلي ما تسبوناش محتاجين لكم في ظهرنا وتعالوا بكسافة هو ينفع يا جماعة ينفع الكابتن عدل القيعي القيمة والقامة يقولي الكلام ده يهاجم جمهوري الأهلي ويقولك يجايع يهاجم جمهوري الأهلي أنا آسف لعبت الأهلي ويقول لو خسروا الدولة استناجعوا فيه كذا وكذا وكذا يا عم عدل تحلى اللي بنتعلم منك ينفع تحط اللقيبة تحت ضغط بالشكل ده وانت عدل القيعي كلبك لوزن وسقل أنا مش بسد أين السفقات والتدعبات هالباب القيمة تم فتحه عدل القيعي على قناة الأهلي يوجد تدعيمات قوية والإعلان عن استفقات سيكون بعد فتح باب القيد أقول لللعيبة بدل ما تتقمس من الجمهور رد في الملعب ونجمي الأهلي يتحمل الضغوط ضغوط يا كابتن عدل ضغوط إنه نشتمل نسبة نشتمل لعيبة ضغوط إنه نقولهم أنتو فشلة ضغوط إنه نقولهم ما تستهلوش فلنه فلنة الأهلي أكبر من أي حد في العالم لكن اللبسها اللاعب ده يبا نحاول نخليه منها وهي منه يا كابتن عدلي تنت اللي علمتنا كده في التسعي دقات تانا لما قابلتك أول مرة سنة 92 رحمة الله الكابتن صالح سليم كان الجمهور لما يهتف ويزوم ضد اللعيبة الكابتن صالح وأنت كنت قاعد كان يقول المدرجات ما بتبتلش الأهلي خلاص يا كابتن عدلي السوشيال ميديا والفيسبوك أسروا لدرجة إنهم يأسروا في عد القيعي بتقول كلام يرضي صفحات يا كابتن عدلي على حساب النادي الأهلي أنا مش مصدق النهاردة تنت يا كابتن عدلي من المفترض طب جبل يتكسر عليه ده كله تقول لا أنا ضد اللي بتعمله الصفحات لعبت الأهلي قصرت أيوة ولكن لعبت الأهلي مش مرتزقة لعبت الأهلي مش قليلين لعبت الأهلي ما ينفعوا يتخطبوا كده ده تعادل اللي ما كنتش إنت تقول مين اللي يقول تنت لما تتكلم إحنا نسكت عشان نسمعك أنا زعلان جدا من كلام الكابتن عدلي القيعي وزعلان جدا من كلام عم عبد الفتاح اسمعين وزعلان جدا من كل رمزة أهلاوي النهاردة بيتكلم بهذه الصيغة أقول للعيبة بدل ما تتأمس مين اللي بيتأمس يا كابتن عدلي ومين اللي تأمس يا كابتن عدلي عايز تكمل على ما تبقى من أفشها كابتن عدلي ولا عايز تكمل على باقي اللعيبة يا كابتن عدلي طبعا كابتن عدلي فوق مستوى الشبهات وفوق تنا اختلاف في الرأي في كلامه لأن عدل القيعي ده بالنسبة لي حاجة كبيرة وأنا بحبه جدا وهو دايما بيختلف معايا وبختلف معاه لكن حبايا ببعض على أقول ويظل عدل القيعي قيمة غصبا عن عني وأنا أي حد بس أنا زعلان اللي ما كانش الكابتن عدلي وأمثاله يلمه الدنيا مين اللي يلم عني مشي وراء واحد زي أحمد مش عارف يقولك رائب عايز ضرب المراكيب ده أسلوب قذر وغير محترم ده راجل اللي عايز بالقطعة ده ده مدمر أحمد ده مدمر صاحبي وعارفه بيتفرج علي كل يوم مدمر هم اللي نعلق مشانق اللي بتوعكس العالم اللي خربوه يا جماعة تكرت أهم ميزة الجمهور الأهلي إنه لا يعرفه أحد إلا والأهلي منكسر أو مهزوم أو غايب عنه التوفيق بقيت وراء الضغط تهد أي حاجة مش أنتوا لا 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 مش أنتوا ديشلة مندسة بالدمر لا 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 والشتم الخطيب ويتقال عليه بخيل ومش عايز يجيب صرف قد سوبر يا جماعة فيها جماعة لا 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 أنا مش مع الحملة دي خالص حتى لو مش عتفرج علي حد حتى لو الأهلوية عايقبوني ويشتموني في كل الصفاءات هذه حملة مغرضة ومؤمرة رخيصة وكلام قلة أدب ولا يمكن أن أوافق عليها لا يمكن لا يمكن شوف كابتن عدلي كلام تاني كارسي إذ لم يفوز اللاعبين بالدوري هذا الموسم سيتم حسابهم حساب مش مظبوط حد يعمل كده يا كابتن عدلي في الأسبوع العشر حد يقول الكلام ده في الأسبوع العشر يا كابتن عدلي عرفتوا ليه مرضة الشقل عم بارح جيت من اسكندرية ليت مصر كلها هيجة والمؤامرة على الأهلي رح طولت والله من أطالع سيب الناس تهدع سيب الناس تهدع لكن تعرف غلقها اللي تعمل ده هو اللي ضيع الدوري سنتين بالأضافة للأخضاء التحكمية وحاجات كتيرة بس ده من الأسباب خلتوا اللاعبة خايفة من كل حاجة والإدارة مرتعشة بسبب هذه الصفحات الوباء اللي على الفيسبوك اللي بتدعي أنها بتحب الأهلي ومع أي تعادل تدمر في الأهلي جمهور الأهلي الحقيقي ما بيتدخلش في شغل الإدارة بيحترم لعيبته ده جهن لا أرضى بي أبدا وتعالى الناحية التانية نروح للزمانك مش اتعادل ولا الزمانك ما تعدلش ردوا علي الزمانك اتعادل ولا ما تعدلش تعادل بص وكأنك بترى الأهلي زمانك والزمانك أهلي زي ما كنا بنشوف زمان أجيب لك بس كلام عبدالوحد السيد بص وصفحات الزمانك تدعم فرقة الزمانك وجمهور الزمانك يدعم فرقة الزمانك وكأنك بتشوف هرم مقلوب ده كان زمان اللي بيعملوه الأهلوية بيعملوه الزمانكوية دلوقتي جمهور دلوقتي جمهور ولقبت الزمانك بيعملوه اللي كان بيعملوه الأهلي زمان كل الزمانكوية طالعين يدعموا فرقة الزمانك مع للتعادل كلهم بلا استثناء كلهم لدرجة إن فيه ناس أهلوية بيتكلموا لما يحسوا إن الموضوع أوفر عشان كده أجبني جدا الكابتن شريف عبد الفضيل أجبني جدا رح دخل على خط النار شريف عبد الفضيل كلر مدرب على مستوى عالي وعنده سوء حظ كبير مع الأهل بإصابة القليل من اللاعبين المميزين على رأسهم أكرم توفيق الذي لا يعوض ولا بد أن نصبر على الفريق على الرغم برض إن شريف خاف يتكلم عن اللي عامله الجمهور يا جماعة المشكلة الحائية إن كل الإعلاميين الأهلوية دلوقتي على اتصالات بصفحات السوشيال ميديا وعلى تواصل مع صفحات السوشيال ميديا والله العظيم هذا صدق وكلام بقوله الأول مرة فعندهم أدمن لصفحاتهم يجي يكلموا قبل الهوى يقول له بص الصفحات مؤلقة الدنيا النهاردة على أفشة عشان خاطر الاستجرام اللي كتبه ضد جمهوري الأهلي والناس بتقوله انت مش أكبر من الأهلي بص في أفشة الصفحات عتعلينا للأسف يروح يأمل كده يا كابتن النهاردة الصفحات عتموت عتموت الدنيا وخرب الدنيا بعد التعادل مع اسموحة أعلي ضد اللعيبة عشان الصفحات مؤلقة نار ضد اللعيبة يروح يمسك اللعيبة يكسر ميتين أبو اللعيبة يا كابتن النهاردة بيقوله على كولر كفتاجي دوس في كولر يروح دايس في كولر يا كابتن بيقوله على الخطيب بخيل ومش عايز يفتح الخزين عا كان يجيب الخزين عا كان يجيب صفحات سوبر دوس في الخطيب للأسف هكذا تدار الأمور مع النجوم الفيسبوك عزيه ويلا بنا نفصل ونقيس عشان نرضي سيادنا على الصفحات ويتعامل لنا إعجاب ويتعامل لنا لايكات لكن في حد يقدر يطلع جريء عكس التيار ويقول الأهلي لا ويقول لا إيه بتعادل طبيعي كانوا وحشين هو أنا أقولت لك كانوا كويسين كانوا زي الزفت لكن أعمل فيهم كده كانوا زبالة كانوا يعمل فيهم كده لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد كده يجي عملك ويقولك يا كابتن دي ثقافة جمهور إحنا جمهور الأهلي متعود على الفوز بس أنت ما بتفهمش لأن ما فيك حاجة اسمها فوز بس أنت ما تحوق عليك دوري سنتين ضيعتوا بالجملة الفاشلة دي فيش حاجة اسمها ثقافة جمهور متعود على الفوز بس دبيعكم ربنا خلق الدنيا على الاختلاف تفوز وتتغلب وتتعادل أنت بتدمر كل حاجة وقلت لك السنة اللي فاتت الكلام ده قلت لك في فوز هزيمة تعادل واللي بيقولك أنا بتعود على الفوز بس دي ثقافة بتعلمها للحيبة عكريوب عندها مفهوم الانتصار الدائم لكن الجمهور عنده ثلاث ثقافات فوز تعادل هزيمة لأن دي كورة وتوارة زي الدنيا اللي مفهمك إنك أنت عندك ثقافة الفوز بس ما بيحبكش ولا أنت عارف تتعامل مع الموضوع صح الكورة فوز هزيمة تعادل تلات نتائج لكن وأنا برب النشئين في الأهلي بربيهم على الانتصار بس لكن عيفضل العمر كل ينتصر؟ مستحيل عيفضل العمر كل ينهزم؟ مستحيل عيفضل العمر كل منكسر؟ مستحيل يقول لك العب كوريين عب كوريين عب كوريين وتغلبوا مش يا عمي وحشين النهاردة هم بسريبة عند اللي جابوك احترموا الناس أنتوا بتدمروا جيل هم بتدمروا لعيبة هي سروة وكنز النادي الأهلي تا المدير الفني لما بيقضع يقول للعيبة أنتوا وحشين بنقطعوا لأن دي الأدوات بتاعته دي مش أسريب معالجة دي أسريب تدمير يا فندم أهبس كل صفحات الأهلي واخدى كلام الكابتن عدل القيع ومطلع السماء لأن دي الحملة كله ضد اللعيبة كله ضد الخطيب دلوقتي والبخل والسفقات كأنه سكريب تبتوزع بتقتل نفسك لا يمكن أني أنا أوافع حد على غلط لو آخر يوم لي عتكلم في الإعلام خلاص قفلت الصفحة دي أنا لا شايف فيسبوك ولا شايف حد بيشتم ولا حد بيمتح مريد دعوة غير إن أنا أقول اللي يملي علي يا ضميري أنا مستاء وحزين من اللي بيحصل مبارح في الأهلي ومش مسدق مش مسدق والله ما مسدق ده ماضش في الإسبوع العاشر ولا التاسع ده لو حتى في الأمتار الأخير أقول إنك مبرر لسه مدري أوي عن اللي أنت بتعمله ده عملني شايا يا بني معلاتين سكر اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله أي كيان يتهد بيهد بلد والأهلي كيان رياضي البلد سروة الأهلي وملياراته في النعيبة عايز تدمرها عشان تعدل أنا عمتاً بعتذر عن أي تجاور صدر مني ولكن الأمر بجد خطير ولا أقصد بالمرة جمهون الأهلي العرض ولكن أقصد هذه القلة اللي بتقود على سوشيال ميديا واللي ما يدخلش معاهم فالصف يدمرون بس الأستاذ إتلم بيقولك الفرقة نازم تغير جلدها عايز تغير فرقة بعد 8 مرشات اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله خلاص كلكم بيتوا مديرين فنيين وكلكم بيتوا وخبرة طبو ما للخطيب يعمل متروحوا تديروا أنتوا الأهل صب لي مياه يا محمد متروح أنتوا تديروا الأهل متروح أنتوا تديروا الأهل يا جماعة أنا بس أعديك الزتونة شوف اللي سخنك بيوقف فرقته إزاي ونجوم وطلعين يتكلموا يسندوا لثملك إزاي وانت بقيت إياه والله العظيم ما عايز حاجة من حد وصحاب لي يا بعتني يا عبد النصر ده ما تزعلش الناس منك والله لا أقصد أي شيء وجمهور الأهل فوق دماغي وجمهور الزمن فوق دماغي ولكن اللي حصل مبارح من قلة من جمهور الأهلي بعد التعادل مع اسموحة لا يمد للمنطق ولا الأقل بصلها وتدمير بمعنى كلمة تدمير وعولها والأرزاق على الله أنا عندي ثقافة الاختلاف يا رسول الإسلام أنا بتكلم بصفة عامة والله مقصودكش انت وآسف إذا كنت فهمت الكلام عليك أنا مؤمن جدا بثقافة الاختلاف ولكن اللي حصل مش اختلاف اللي حصل تدمير وانا آسف يا إسلام عاك أنت أعرف أن أنا بتقبل ثقافة الاختلاف عادي أنا أختلف مع أي حد ولكن كلامي عام مش عليك أنت ربما تكون فيمت الكلام عليك وانا آسف لو أنت فيمتني غلوب حقك عليك أنا أعرف جمهور الأهلي زي الناس كتيرة جدا بتعرف جمهور الأهلي ما يعملش كده بس أنا بقول لك قلة مندسة وعارب بقول لها وصفحات فيكم مأجورة وقرف التقود وتعمل رأي عام بس وانا برد على دول عرف التقود وتعمل رأي عام وقلت لك ده معمول من ثلاثة أربع سنين سوشيال ميديا مش بتاعتك مش عايز تسمع كلامي سوشيال ميديا مش بتاعت الأهلي سوشيال ميديا الآن بتاعت من يدفع أكتر وانت مغلوب سوشيال ميديا ومش عايقلك الكلام ده غير حد فاهم ودارس والصفحات اللي في سوشيال ميديا المحترمة اللي عارفهم بالاسم بيتفالوا وما بياخدوا الجنية من حد من أجل اتفاع عن الأهلي واللي بيهاج ملعبت الأهلي المأجورين اللي عايزين يدمروا الأهلي الصفحات الأهلوية بجد كلها باتفع عن الأهلي زي انت خسران معركة السوشيال ميديا والمؤامرة عليك فيها كبيرة وانت بك عايز تصدق من سنتين بقول لك ده من سنتين بقول لك ده من سنتين وانت بك عايز تقتلق لدرجة ان الصفحات المحترمة انا بس بك عايز اقول اسامعك ان ما حدش يفكر اني انا على علاقة بالناس دي ولا بيعملوا لي حاجة الصفحات المحترمة دي بتصرف من جيبها من أجل الأهلي وعشان عيون الأهلي ودل بيتفانوا حب في الأهلي انا عرف ناس شغالة على صفحات أهلي وزمانك دل منهم ومن للأهلي ومن للزمانك اتمنى كل رسالة توصلت والناس فهمتها والله العظيم زعلان انا مش مصدق انا شفت يا جماعة ناس رموز رموز مهمة بتشتم لعبت الأهلي وبتقولي الكابتن محمود الخطيبة انت الساكت ليا تعايزين بيقولوا للخطيبة تردهم من النادي اهو في كده شوف عم محمود داود يقولك يا صالح سليم أول ما اللعبة تمردت جاب الأشبال يا عم محمود ايه بالكلام دا عم محمود يا عم محمود انت أخك كبير تمرد ايه عم محمود لعبت الأهلي شريفة يا عم محمود يعني انت عايز تقولي ان اللعبة كانت متأمرة على أهلي في ما تسموحها عم محمود وصلنا للدرجة دي لا حولها ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فيه عم محمود ايه ما الموقف دا وما الموقف دا دا لعبة كابتن جهر اخدها وتمرد على النادي رحمة الله على الجميع ما لده وما لده المقارنة غلط من اللي قالك ان اللعبة عايزة تحترف وتسيب النادي يا عم محمود ما انت بتسدع الكذبين والهبيدة حاجة غريبة يا جماعة يا جماعة الأهلي مؤسسة لعبت اللي عايزة تحترف ومؤسرة هو أمونة الأهلي اخدت لك اسأل أفشة خلاص انت عندك موضوع أفشة انت مغيب فيها عم محمود موضوع أفشة كل الإعلام تناولوا غلط غطلة أفشة الوحيدة انه كتب ستوري ضد جمهوري الأهلي لكن لا أفشة نحول ولا قوتين بالله العلي العظيم بصوا أنا زعلان وبين على شكلي أنا زعلان أفشة الوحيدة انت مغيب فيها عمودة